أربعة أشهر ولم يهدأ السودان بعد الأدهى أن الأوضاع تزداد سوءاً لا سيما في الشق الإنساني جوع وعطش وشح في الإمدادات الغذائية أطلقت نداءات أممية بدرورة التحرك قبل تفاقم الأمور أكثر ويبقى المواطنون ومسؤول الإغاثة يعملون على وقع إقاع من الرصاص والقذائف إيدام وصورنو مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية أشارت إلى الجهود التي تبذرها الأمم المتحدة لمساعدة ملايين السودانيين الذين انقلبت حياتهم رأساً على عقب منذ اندلاع الصراع بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع ويرغبون في العودة إلى منازلهم وحياتهم اليومية أما ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو في السودان آدم ياو أكد أن أكثر من 20 مليون و300 ألف شخص في السودان أي 42% على الأقل من عدد السكان يعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع الشديد لا سيما وأن المساعدات العاجلة من المنظمات الدولية تجد العراقيل دون الوصول إلى غاياتها ومن حاول الهروب من الجوع والعوز بات رقماً آخر رصدته المنظمة الدولية للهجرة حيث قالت إن صراع في السودان تسبب حتى الآن في فرار نحو أربعة ملايين شخص من ديارهم الوضع الصحي في السودان وصل إلى مستويات خطيرة للغاية بأكثر من ثلثي المستشفيات خارج الخدمة ووسط تقارير متزايدة عن الهجمات على المرافق الصحية حتى الأنامل التي كان يفترض أن تتعلم كتابة أحرف كلمة السودان لم تمسك قلماً ولم تحصل درساً منذ أربعة شهور مع إغلاق المدارس والجامعات وإلغاء الامتحانات وتحويل المدارس إلى ملاجئة للنازحين مما دعا وزارة التربية والتعليم السودانية إلى إلغاء معظم امتحانات نهاية العام في المناطق المتضررة ليصبح السودان مصنفاً مع تلك الدول التي يواجه فيها التعليم خطراً شديداً إذن السودان والمجهول سواء ضبابية في المشهد في كل اتجاهاته ومواطن انقلبت حياته رأساً على عقب ولم يعد لديه إلا الدعاء بأن يعود يوماً ما لأوضاع ربما كرهها آنذاك لكنها اليوم حلم صعب المنال